أطلب التصويت من السيدات والسادة النواب على تأجيل فقرة انتخاب رئيس المجلس النواب لحين حسم الدعاوي المقامة أمام المحكمة الاتحادية العليا للمرة الثانية على التوالي يخفق البرلمان في انتخاب رئيس له بعد تأجيل الفقرة إلى موعد آخر بانتظار ما سيتمخذ عن المحكمة الاتحادية من قرارات بخصوص الطعون المقدمة بحيثيات الجلسة الأولى هناك شكوى وطعون في هذه الجلسة احتراما للطعون احتراما لقرارات المحكمة الاتحادية تمت التصويت على استمرارية الجلسات لحين حسم موضوع الرئيس وحسم ومجي قرار المحكمة الاتحادية أما في كل جلسة يستطيع المجلس النواب درج ولكن هناك قرار المحكمة هل كانت جلسة قانونية من عدمه؟ أعضاء في اللجنة القانونية أكدوا سلامة الموقف القانوني للجلسة الأولى لكنها قد تكون ذريعة لاستمرار تعطيل انتخاب الرئيس نظرا لحجم الخلافات داخل القوى السياسية المؤثرة في المشهد والتي لم تحسم رأيها لغاية الآن أنا باعتقادي الجلسة الأولى كانت جلسة قانونية 100% لكن إذا كانت هناك رأي آخر للمحكمة الاتحادية غير هذا غير هذا الخطوة نلجأ باتجاه قرار المحكمة الاتحادية ونعتبرها قرار بات وملزم للكل وننتظر قراراتها بأن الجلسة الأولى كانت قانونية وغير قانونية استمرار تأجيل حسم ملف انتخاب الرئيس يعني تواصل تعطيل أعلى سلطة تشريعية في البلاد أمام استحقاقات قانونية وتشريعية مؤجلة لحزمة من القوانين تقف مرغمة في طابور الانتظار نتيجة الخلاف السياسي والتداخل القانوني بحسب نواب تتشارك المحكمة الاتحادية والتوافقات السياسية في دفع فقرة انتخاب رئيس للمجلس إلى جلسات لاحقة غير معلومة التوقيت ليبقى المنصب شاغرا مع استمرار عقادة جلسات بحسب هيئة الرئاسة من داخل مقر البرلمان في بغداد علاء الحديدي قناة الفلوجة